موسيقى ظروف اقتصادية صعبة وأزمات مالية متتالية سببها تحكم الاحتلال بالموارد المالية الفلسطينية وسيطرته على أموال المقاصة من عكس على العجلة الاقتصادية في فلسطين 30 مليار شيكل إجمالي الالتزامات المالية المترتبة على الحكومة إذ بلغت دين العام 12 مليار وإجمالي تراكم المتأخرات للقطاع الخاص وصندوق التقاعد بلغ 18 مليار لحظنا خلال النصف الأول من العام أنه كان هناك إشكالية تتعلق في تراكم المتأخرات نتيجة أنه في فرق بين الإنفاق على الأساس الالتزام وعلى الأساس النقدي النقدي يعني الفعلي وبالتالي فيه هناك تراكم للمتأخرات في الوقت اللي هي أصلا بداية العام 2021 كانت وصلت ل 18 مليار إضافة إلى الدين الدين اللي وصل هلأ 12 مليار ونحكي عن حوالي 30 مليار شيكل هي قيمة الالتزامات المالية على الحكومة وعم بتتصاعد قيمة المتأخرات اللي بتأثر من خاف أنها تأثر على جودة الخدمات المقدمة من الحكومة هذه الأرقام شكلت ضرورة للمزيد من الدعوات لنزاهة الحكم في إدارة الموارد العامة في المؤتمر الذي عقده الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة في مدينة البيره والذي شمل استعراضا لأداء الحكومة في إدارة الموازنة في النصف الأول من العام الجاري هناك مجموعة من الاستخلصات والنتائج التي أظهرتها عملية التحليل تستوجب من الحكومة مزيد من الشفافية مع المواطن الفلسطيني للإجابة على مجموعة من التساؤلات على سبيل المثال فيما يتعلق بأداء الموازنة حتى اللحظة وفي ظل هذه الظروف الصعبة جدا لم يصرف سوى دفعة واحدة فقط لمستحقي وزارة التنمية الاجتماعية حتى اليوم فقط دفعة واحدة ونحن في نهاية الرابع الأخير من العام وهذا يستوجب أيضا تفسيرا هناك ارتفاع واضح في فاتورة الرواتب بشكل عام هناك أيضا تخصيص موازنة عالية جدا لقطاع الأمن في النصف الأول من العام 2021 أيضا كان هناك ارتفاع واضح هناك مؤسسات تتولى إدارة ثروات وموارد طبيعية حتى اليوم ضمن عقود واتفاقيات أصلا لم تنشر أو لم ينشر سوى أجزاء منها حتى اليوم لا نعلم ما هي طبيعة هذا الانتياز لماذا هناك احتكارات حتى هذه اللحظة الظروف الاقتصادية الصعبة والأزبة المالية ومحدودية الموارد استوجبت مطالبات بضبط الإنفاق والحد من الاقتراض خصوصا وأن النفقات العامة تزداد بوتيرة أعلى من الإيرادات في مجالات كثيرة للسلطة ممكن تعمل فيها ترشيد أو تقشف سميه ما شئت وهذه المجالات متصلة أكثر بالنفقات التشغيلية متصلة أكثر بصاف الإكراد متصلة بالتحويلات الطبية والقطاع الصحي اللي شعرين أنه فيها أو بينطوي الانفاق فيها على خلينا نسميه بعض هضر المال يعني اللي ما بيجيب قيمي وبالتالي من الضروري كل فترة وفترة على الحكومات والدولة نتراجع سياسة الانفاق، تراجع موازناتها، تضبط الانفاق بشكل جيد لأنه خصا بالحال الفلسطيني ويعقد الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة هذا المؤتمر بشكل سنوي ويتكون الفريق من مجموعة مؤسسات أهلية ناشطة تعمل على مراقبة وتحليل أداء الحكومة بخصوص الموازنة وتنفيذها في ظلمة عنيه فلسطين من تراجع واضح في الدعم الخارجي وسيطرة الاحتلال على أموال المقاصة وشح الموارد والمصادر باتت الدعوات ملحة للحكومة الفلسطينية بضبط وترشيد الانفاق والنزاهة في إدارة الحكم والشفافية بنشر الأرقام والحقائق حول ذلك لتلفزيون وطن لؤي وزوز رام الله اشتركوا في القناة